نتابع فيها لقاءات رسمية قامت بهم رئيس الحكومة نجلة بودن قام بهم رئيس الجمهورية قيس أسعية قرارات جديدة في الابين خلينا نبدأ بأول لقاء رسمي جمع بين الاتحاد العام تونسي للشغل والحكومة بعد 25 إجويل اجتماع جمع في قصر الحكومة بالقصبة وفد عن الاتحاد العام تونسي للشغل شرك فيه أعضاء المكتب التنفيذي بتاع الاتحاد طبعا برئيس الأمين العام للاتحاد نوردين أطبوبي ووفد عن الحكومة اللي اترأسته نجلة بودن خليني نذكر شوي بالإطار العام تحلق هذه الهيئة الإدارية الوطنية كانت أكدت يعني هئة الإدارية الوطنية أكدت في بينها العشر نوفمبر أنه لازم يتم معقد جرسة عمل يحضر فيها المكتب التنفيذي الوطني الاتحاد الشغل والحكومة أعضاء الحكومة الجديدة بوسكو هما ما تقبلوش بالكل ما حكيوش وتصريحات عن بعض معناه يحكيو بتصريحات عن بعض خليهم يتقابلوا لازم تنعقد جلسة خلي تكون مناسبة بش يستأنفوا الحوار الاجتماعي فتح المفوضات في الوظيفة العمومية والقطع العام وفتح أبرس الملفات الأساسية بصفة تشيروكية اللقاء هذه برشانيس قالت هاوكا عبيدة تعمل على السيدهم بين الحكومة وبين الاتحاد العام تونسي لشغل ولكن الاتحاد مشي وقابل في جلسة رسمية وقابل مع الحكومة أيضا نلقاه وأنه زيدا رئيس الجمهورية قاد يتحرك برشا وينشطها ليميت برشا فما مقابلة في الفترة القليلة القادمة مع نوردين أطبو بالأمين العام للاتحاد العام تونسي لشغل اللقاء تم تأجيله في عدة مرات لقاء يعني كل مرة يقولوا بش يتقابلوا ليم فمش صدام بين رجلين ليم فمش خلافات ليت العشرون ولكن فما خلافات حقيقية على عكس هذه التصريحات قريبا سيتم إذابة الجليد يتقابل قيسي سعيد مع نوردين أطبو بخاصة على برشا قضايا مهمة آخرها خلينا نقوله قضية التعليم مثلا القضية متاع التعليم واللي قيسي سعيد حريص على إنقاذ منظومة التعليم العمومي وليمشي وزار الأستاذة صحبي بن سليمة اللي تعرض للاعتداء بالمناسبة أكد أنه لازم في تونس نقوم بإصلاح جذري للتعليم في البلاد حكا مع صحبي بن سليمة في المستشفى العسكري وطبعا أوصى رئيس الجمهورية بالإحاطة بكل الإطار التربوي في المدارس الإحاطة برجال التعليم والإحاطة بالتربية بصفة عامة والمرفق العمومي للتربية قيسي سعيد هو بالأساس استهيف جامعي يعني من العائلة عائلة التعليم عائلة التربية ويثمن جدا الكفاءة العلمية وكفاءة التدريس اللي قادة تبني في أجيل في تونس واللي صار هو حديثة شنيعة تم إذنتها واستنكارها بصفة كبيرة نلقا وزيدها ببعض الأطراف إلى جانب أنها تعلق الأمال على الخصومات بين قيسي سعيد ونوردينة طابوبي بالحكومة والأتحاد العام تونسي للشغل نلقا وبرشاني ستتهدد في أنه صندوق النقد الدولي بش يتخلى على تونس بأن الحكومة هذه ما هيش كفاء وما هيش بش تكون قادرة أنها تتفاوض مع صندوق النقد الدولي حكومة جت في ظروف استثنائية تخدم في ظروف استثنائية بالتالي ما هيش بش تنجم جيري المفاوضات هذا اللي فندوا صندوق النقد الدولي بيدوا صندوق النقد الدولي قال اللي هو حريص على الوقوف إلى جانب تونس هذا تصريح جهيد أزعور مدير بإدارة صندوق النقد الدولي اللي أكد أنه الصندوق مهتم جدا بدعم تونس وأنه يسندها ويدعمها الدعم اللي يزم قال لأزعور اللي بعد اللي صار في الأردن المحادثات الفنية بين الصندوق وسلطات التونسية متواصلة حاليا لتدالس إمكانية اطلاق برنامج تمويل جديد لفائدة التونسيين على حد تعبيره وأيضا لقاءات أخرى نجلة بودانت قابلت مع رئيس الجمهورية قيس سعيد حكيت له على النتائج مشاركتها في مؤتمر باريس اللي كان مؤتمر مهم مؤتمر باريس حول ليبيا شاركت في عدة أطراف عليه مش هالمؤتمر نجلة بودان عقدة عدة لقاءة أبرز لقاءة خليني نقول اللي أثار جدا الكبير في تونس هو لقاءها مع رئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعرف حساسية الموضوع هذية وطبعا حكيت مع قيس سعيد على عدة أمور تهم تفاصيل اللي صاير هذية في تونس اليوم ما فم عدة قرارات مرتقبة سيعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد ما عادش نجمو نواصلو من غير حوار وطني كان قيس سعيد أكد في تصريحات سابقة اللي رابش ننطلقو في الحوار كان وقت أعلن اللي مباشرة بعد ما الحكومة تبدأ تختم ننطلقو في الحوار ولكن ابطاء هذا الحوار اليوم ننتظر قرارات جريئة جديدة على انتلاق الفعلية للحوار الوطني خاصة مع بداية هاللقاءات بين الحكومة بين الاتحاد الشغل يعني مع انتلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اللي هي جريئة حاليا حسب ما أكده ممثل عن الصندوق هذية الكل تخلينا نقولوا لي باش نتحركوا من هالجمود اللي احنا فيه باش نمشيوا القديم باش نزيدا مش تعل فقط على الحوار الوطني انه بشي وصلنا الى بر الامان الى انه نعود الانتخابات التشريعية السابقة لأوينها يرجع البرلمين هذية باش نستنتظر من قيس سعية قرارات تهم نظام السياسي في تونس على اساس لازم يتم تغيير النظام الى نظام رئيسي بشكل واضح منه قدوش يعني اللي احنا توا محافظين على دستور 2014 اللي فيه نظام برلميني معدل هذا اصبح غير ممكن اليوم خاصة وانه قيس سعيد يعني يحب يحب يحارب الفساد من الجذور متاعه ويرفظ انه يحكي مع ناس خانت الدولة ولا تأمرت على الدولة ولا خدمت ضد الدولة التونسية هذه الكل يخلينا ننتظر ونستشرف اللي فما تطورات كبيرة بش تصير في تونس في علقة بالحوار الوطني في علقة بالانتخابة التشريعية السابقة لأوينها في علقة بتعديل القانون الانتخابي في علقة بالنظام السياسي في البلاد اللي اليوم من الافضل انه يتغير في اسرع وقت ممكن ولكن الكل شيء لازم تعود لانه قيس سعيد يخو وقته قبل ما يخطو خطوة عليش بش يقرأ العواقب الكل اليوم قيس سعيد دعم النجم يمشي ديريكتمو الى تغيير النظام السياسي الى رئيسي ولا بش يكون مستحقي لاجراء استفتاء شعبي يقول ايه ولا يقول لا التصور الاستفتاء الشعبي كان يقول لا هذا بش يكون احراج كبير لرئيس الجمهورية بعد 25 جولية خاصة انه يمشي الى استفتاء بش يقول نعم نبدلوا النظام السياسي الى رئيسي ولا لا وتكون النتيجة لا او تكون النسبة غير كافية والا متقاربين وقته بش تكشف الناس اللي حقيقة هما مع قيس سعيد والناس اللي هما ضد قيس سعيد يمكن هذي بش نشوفوا يعني قرارات لازمها تكون قرارات في السريع يعني الناس الكلها تستنى منظمات شخصية دول سندق منحة اتستيران الكلها تستنى شنوه بش يصير في الفترة القادمة فيما يتعلق بهذه الامور اللي هي رهي مهمة يسر في الدولة التونسية وما لازمش نستغنيو عليهم ترجمة نانسي قنقر